بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متتبعي الأوفياء في وصفة اليوم طاجيل خرشوف الصحي مع طريقة تنظيف خرشوف تابعوا معي طريقة التحضير مبسطة ومختصرة لنشر على بركة الله أضع آنية الطاجين على نار هادئة إلى متوسطة دائما أنصح بوضع صفيحة معدنية تقيلة أسفل الطاجين هذا يحوط دون تعرضي للنار مباشرة وبالتالي تجنب تقصره أضيف أربعة ملاعق طعام من خليط زيت نباتية وزيت الزيتون ثم أضيف واحد كيلو جرام من لحم العجل مقطع إلى قطع متوسطة الحجم كذلك يمكن تعويضه بأي نوع من اللحوم كلحم الغنم أو الدجاج فالنوع والكمية تبقى حسب اختياراتكم أضيف خمسة فصوص توم مهروسة أو مفرومة نعما في حالة عدم توفركم على آنية الطاجين فهي يمكن تحضير هذا الطبق بطنجرة عادية أو طنجرة الضغط أي كوكوت أضيف حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة وأقلي كل هذه المكونات حوالي عشرة دقائق مع التقليب من حين إلى آخر حتى يدبول البصل ويتغير لون اللحم في هذه الأثناء أنتقل إلى تحضير الخرشف كذلك يطلق عليه بالخرشف الطويل سأحتاج هنا إلى حزمة واحدة كذلك إناء ممتلئ بالماء حتى المنتصب تقريبا ونصف حبة ليمون حامض أضغط عليها قليلا بهذه الطريقة هذا يسهل استخلاص عصير الليمون الحامض وأضيفه للإناء كذلك أضع القشر بالماء مع إضافة ملعقة طعام من الدقيق كل هذا يحول دون تأكسد الخرشف ومخافضته على لونه الطبيعي أقلب كل هذه المكونات حتى تتجانس ننتقل إلى تنظيف وتقطيع الخرشف سأحتاج هنا إلى حزمة واحدة سأزيل هذا الجزء أي قاعدة الخرشف لاحظوا معي قاعدة الخرشف فهي بيضاء هذا يعني أنه حديث الجني إذن تفككت معنا سيقان الخرشف نأخذ ساق سأريكم طريقة التنظيف هنا تسواجد بعض الأشواك والأوراق يجب التخلص منها على طول الساق بهذه الطريقة كذلك أشير عند اختياركم للخرشف فيجب الانتباه لعرض الساق لا يجب أن يكون كبير يجب اختيار سيقان ذات عرض متوسط أو صغير كذلك عند الضغط على الساق يجب أن نلاحظ بأنه يسوفر على كمية مهمة من الماء هذا يعني بأن الخرشف فاتي أزيل الخيوط المتواجدة على ظهر ساق الخرشف بهذه الطريقة نزيل هذه الخيوط بحذر حتى لا تتقطع معنا أقوم بجرها بهذه الطريقة فهذا الطبق هو طبق جد رائع يتميز بنكهة مميزة نزيل هذه الخيوط بحذر حتى لا تتقطع معنا والسمر في إزالة كل الخيوط المتواجدة على ظهر ساق الخرشف فالمحلول الذي سبق أن قمنا بتحضيره من الدقيق وعصير الليمون الحامض يحول دون تأكسد الخرشف أي تغير لونه بحيث يحافظ على لونه الأخضر الرائع إذن أستمر في إزالة الخيوط دائما مع الاستعانة بالسكين أستمر في إزالة كل الخيوط حتى نحصل على ساق نظيف وبالتالي نحصل على طبق ضوقي طريقة التنظيف تحتاج فقط إلى القليل من الصبر كما تلاحظون معي فهي طريقة جد بسيطة طريقة التنظيف إذن سنتخلص كذلك من غشاء الموجود بهذه الجهة وذلك بنجره بواسطة السكين أو فرشات خاصة بالخضر وأقطعه إلى قطع بطول 7 سنتيمترات تقريبا الطول يبقى حسب الرغبة دائما نتخلص من الخيوط إذا تواجدت ونضع هذه القطع بالمحلول الذي سبق أن قمنا بتحضيره لا ننسى مراقبة الطاجين مع تقليب اللحم فهنا نقلي اللحم مع البصل مدة عشر دقائق على نار هادئة إلى متوسطة سأريكم كيفية التخلص من الغشاء الرقيق بساق الخرشف بطريقة أخرى إذن الغشاء متواجد بهذه الجهة سأقطع جزء صغير من طرف الساق مع المحافظة على تساق الغشاء بهذا الطرف إذن نرفع هذا الغشاء بكل حذر حتى نتخلص منه كليا بعد الانتهاء من تحضير قطع الخرشف قمت بشطفة جيدا بالماء فالآن أصبحت جاهزة إذن سنبدأ في تسبيل الطاجين وضيف هنا نصف ملعقة طعام من الكركم نصف ملعقة طعام من الزنجبيل نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسود البزار ونصف ملعقة طعام من الملح ويمكنكم الزيادة أو النقصان حسب الرغبة طريقة التسبيل هنا تبقى بسيطة قمنا بتحضير عدة أنواع من الطاجين على قناتي بطريقة النقع إلا أن هذه الطريقة في تسبيل تبقى أسرع أقلب قطع اللحم وأتركها تتقلى معنا حوالي خمسة دقائق أصف في قطع الخرشف فوق اللحم خفضت حرارة الموقذ إلى منخفضة أضيف هنا مئة وخمسون جرام من الفول فالطاجين يطهى معنا على نار هادئة فقط بالبخار مئة وخمسون جرام من البازيلة أي جلبانة هنا لن أضيف الماء مئة جرام من الزيسون الأحمر ويمكن تعويضه بالزيسون الأخضر سأحتاج هنا إلى نصف حبة ليمون حامض مخلل أي نصف حامضة مصيرة أسخلص من اللب أحسف فقط بالقشر يعطينا لدى مميزة للطاجين أقطعه إلى قطع طولية بعد ذلك أرسها بشكل جمالي فوق الخضر مدة الطهي من ساعة إلى ساعة ونصف حسب نوعية وجودة اللحم ونرتقي بعد ذلك طاج الخرشف جاهز بصحة وراحة إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب لا تنسوا المشاركة والاشتراك لأي استفسار أو اقتراح أن أرهنا إشارتكم دمتم لنا أو فياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باركاته